اشتركوا في القناة في القناة السابقة عند الكلام الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على هذا الرضيع الصغير وهو في حضن أمه في مهده عندما تكلم عيسى وقال الكلمات التي ذكرها الله جل وعلا في صورة مريم وبدأها الله سبحانه وتعالى بأهم أمر ستختلف فيه الأمم بعد ذلك وهو قول عيسى عليه السلام قال إني عبد الله اليوم للأسف النصارى واليهود اختلفوا في عيسى فاليهود قالوا أنه ابن زنة عليهم من الله ما يستحقون اتهموا مريم بالزنة أنها زنت بابن خالتها يوسف النجار ويوسف النجار كان رجلا صالحا كذلك اتهموا مريم بأنها زنت معه وقالوا أن هذا الطفل من يوسف النجار فكانوا يسمونه يوسف ابن النجار أو بعضهم يسميه يوسف ابن هالي كما في كتبهم معروفة اليوم ويقال أن هالي هو نفسه يوسف النجار ويقال شخص آخر هؤلاء اليهود واليهود هم أو هي الديانة التي كانت سائدة بعد موسى إلى عيسى عليه السلام والنصارى قالوا هو ابن لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة وقالوا أن الله سبحانه وتعالى ولده من مريم والعياذ بالله هؤلاء هم النصارى اليوم وطبعا النصارى نفسه مختلف في عيسى بعضهم قالوا هو الله وبعضهم قالوا هو ابن لله أما المسلمون منذ بعثة عيسى من الحواريين والذين آمنوا بعيسى وحتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين إلى يوم القيامة كانوا يقولون بل هو عبد الله كما قال الله في كتابه وهو نبي كريم أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل فكانت بعثة عيسى رحمة لبني إسرائيل وكانت في بيت المقدس وكانت ولادته في السنة الأولى الميلادية هذه السنة التي نحن نعرفها اليوم بالسنة الميلادية نسبة لميلاد عيسى المسيح عليه السلام فبدأ التاريخ الميلادي منذ أن ولد عيسى من مريم عليه السلام فعيسى عليه السلام بعد أن كبر وشبه أوحى الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة وكان الأحبار من اليهود والمنجمون منهم كانوا يعرفون أن هذا الزمن سيرسل نبي من الأنبياء سيكون عليه أو يكون على يديه هلاك ملكهم وأن الملك الذي كان يترأسهم اسمه هيرودس كان ملكا لبيت المقدس وعلى بني إسرائيل خاف أن يزول ملكه فأراد أن يقتل هذا النبي الكريم عيسى بعد أن كبر وشبه ويقال بل كان رضيعا صغيرا أراد أن يقتله بعد أن علم من المنجمين الذين كانوا معه أن هذا الطفل هو الذي سيكون على يديه هلاك ملكك يا هيرودس يقال هنا أن مريم هربت بطفلها الرضيع إلى مصر وهو الذي يريده الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يقال أن الربوة هنا المكان المرتفع المقصود به مصر هذا على تفسير بعض العلماء ويقال بل الربوة هي المكان التي ذهبت به مريم وانتبذت به مكانا قصيا يعني أنها ولدت في مكان مرتفع على أي التفسيرين الشاهد أن هيرودس هذا لم يستطع أن يقتل عيسى ولم يجعل الله عز وجل له سلطانا عليه بعد ذلك مات هذا الملك هيرودس وكبر عيسى عليه السلام وعلم الأحبار من اليهود أن هذا النبي كذلك سيكون زوال الغنى الذي هم فيه والثراء الذي هم فيه لأنهم والعياذ بالله هؤلاء الأحبار كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل بالباطل كما يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل فأرادوا سوءا بعيسى عليه السلام سنعرف ذلك بإذن الله عز وجل فيما بعد ونقف عند هذا الفاصل فكونوا معنا الحمد لله وبعد حياكم الله أحبة المشاهدين أخواتي المشاهدات توقفنا قبل الفاصل أن الأحبار من اليهود كانوا يخافون من عيسى أن يزول الغنى الذي عندهم والأموال التي كانوا يأكلونها من الناس بالباطل على يديه لماذا؟ لأنه سيقيم شريعة الله سبحانه وتعالى فكانت بعثة عيسى من بدايته تقابل بالمكيدة من أحبار اليهود لأن عيسى سيقيم دين الله سيحكم بهم بالعدل وأن الزكوات والأموال تأخذ من الأغنياء وتبذل للفقراء لكن هؤلاء الأحبار كانوا يأخذونها ويأكلونهم لأنفسهم بل كانوا يقولون أن المغفرة لا تكون إلا عن طريقنا فأي شخص من اليهود أذنب وأخطأ فيأتي إلى الحبر ويطلب منه المغفرة فيدعو له الحبر بمقابل مادي لذلك سيزول كل ذلك على يدي عيسى عليه السلام فأيد الله سبحانه وتعالى عيسى بمعجزات كثيرة ليبرهن على نبوته بعد أن كانت ولادته وحمله معجزة وبعد أن كان نطقه في مهدي كذلك معجزة أوحى الله سبحانه وتعالى لعيسى ببعض المعجزات منها أنه كان يخلق الطين أو يخلق الطير بعد أن يكون طين فينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله يعني أنه يأخذ الطين ويشكله على شكل طائر فينفخ فيه نفخة إما نفثا أو نفخا بإذن الله يكون طائرا يطير هذه معجزة وأيضا يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله الأكمه هو الذي يولد أعمى يمسح عليه عيسى بوجهه أو على عينيه لذلك سمي المسيح لأنه يمسح على المرضى فيشافيهم الله فيمسح على الأكمه الأكمه فيرجع مبصرا ويمسح كذلك على الأبرص على جلده فيرجع جلده سليما ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله يعني الميت بإذن الله يقول له ارجع إلى حياتك فيرجع حيا بإذن الله سبحانه وتعالى بل ينبئهم بما يدخيرون في بيوتهم يعني الأشياء التي يكنزون في بيوتهم ويدخيرونها من الأكل بإذن الله ينبئ الله سبحانه وتعالى عيسى بأمرها فيخبر عيسى هؤلاء الناس بما يدخيرون في بيوتهم هذه كلها من المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها عيسى عليه السلام وهذه شيء من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها عن عيسى عليه السلام حتى يؤيده على صدق نبوته ويبرهنه على صدق كلامه الذي سيدعو الله عز وجل أو سيدعو الناس به من عند الله سبحانه وتعالى فاستمر عيسى عليه السلام بدعوة بني إسرائيل إلى التوحيد أولا دعوة الأنبياء كانت ترتكز أولا على التوحيد ثم على الصلاة ثم بعد ذلك على الزكاة ثم على ذكر الله سبحانه وتعالى والشرائع التي كانت قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كلها كانت تأمر بهذه الأركان الخمسة التي نحن نعرفها من أركان الإسلام اليوم الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج هذه الخمسة أركان كانت معروفة ومطبقة عند جميع الشرائع السابقة بما يناسب شريعتهم فكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن النبي الذي بعث فيهم هو رسول الله وكانوا يصلون صلاة تناسب شريعتهم وكانوا يصومون كذلك بحسب شريعتهم وكانوا يزكون يخرجون أموالهم وكانوا يحجون إلى بيت الله سبحانه وتعالى بحسب شريعتهم فهذه الأركان الخمسة كلها كانت موجودة عند الأمم السابقة كلها كما يقول الله عز وجل عن الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاستمر عيسى عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إقامة الصلاة والزكاة والحج وذكر الله سبحانه وتعالى لكن للأسف وجه عيسى عليه السلام بهجمة شرسة من اليهود سنعرف تفاصيلها بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته